السلام عليكم و أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر دايجزر إن شاء الله جميعا بخير و الامتابعة التكنولوجية التي يمدي أكيد واخد باله أن نعتبر في مرحلة انتقالية و نقصد بكذا أن ندخل على الجيل الجديد من الكثير من الأساسية التي حوالينا في عالم البي سي و عالم الكمبيوتر جانب البروستسورز يتطور جدا مؤخرا جدا نهاردة كانت بدء المبيعات لبروستسورز رايزن الجديدة جانب ال5000 في عائلة كتير قوية جدا نكلم عليها في حلقات تانية في جانب انتل أول السنة الجاية يكون لدينا معالجات جديدة و في جانب الكونسولز لدينا الشهردة لأكس بوكس الجديد سيريز اكس وسيريز اس و لدينا أيضا تاي ستيشن فايف اللي كلمنا على الكنترولر بتاعه في الفيديو اللي فات فجيل جديد من كل حاجات جاي خلال اليام اللي جاية و خلال الأسابيع اللي جاية بكتير طبعا ده اكيد معناه ان انت اذا ناوي تشتري حاجة من الحاجات الموجودة في الجيل الحالي اكيد تخلي بالك جدا لأيام اللي جاية هتلاقي جديد منها تشتري بلاي ستيشن فور مثلا وماتشتري بوستسور من الجيل فات دلوقتي استنى عشان الجيل الجديد خلاص على الأبواب ولكن معناه برضو ان مع الجيل الجديد ده هيتفتح لنا امكانيات جديدة زي ما نشوف كل جيل جديد بيزود لنا كده امكانيات و حاجات ما كانتش ينفع تتعامل قبل كده وانا اقول لكم من تحليلي كده للسوق و تحليلي للحلل التكنولوجية حاليا في السوق حوالينا في كلماتين سر أساسيتين ستشوفهم تقريبا في كل حاجة في الأجيال اللي بتظهر دلوقتي 4K 120 هيرتز ولذلك انا قررت اعمل واحد من اكتر الأبغريدز المجنونة في تاريخ القناة مش هو ده ده المونيتر اللي باستخدمه بشكل اساسي بالفترة طويلة دلوقتي في الجيمز في الإدتينج في كل شغل الكمبيوتر ده من شركة AOC 32 إنش كرفد سكرين 1440P ريزولوشن مع ريش ريت معاك لحد 1440 هيرتز بس سيبك من كلام ده دلوقتي انا اطلقكم من شوية كلمة السر 4K 120 هيرتز والحكتين دون سمعناه قبل كده وشوفناه قبل كده لكن نادرا ما بيكتمعوا مع بعض يعني في الجيل الحالي قبل نتقل في الجيل الجديد من السهل انك تشغل محتوى أو تلعب جيمز على ريزولوشن 4K كلمة لحد توجود في الكونسولز الموجودة دلوقتي لكن من فاشل تضع معاها ريفريش ريت معاك 20 هيرتز نفسك كلمة ممكن تلعب جيمز على مية وعشرين هيرتز لكنها تقلل ريزولوشن لـ 1440 أو حتى كمان فول اتش دي بس مع قوة الجيل الجديد مع قوة البروستيسور الجديدة مع قوة كروت الشاشة الجديدة مع قوة الكونسولز القادمة الاثنين دول هيتجتمعوا مع بعضها تقريبا في كل حاجة هتشوفها خلال اواخر السنة دي واواقل السنة الجاية وليس السبب تحديدا انا قررت استبدال ده بـ ده ده تلفزيون 48 انش من شركة ال جي اعرف انها تبدو حاجة مجنونة جدا 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 وقمة السأزاجة والجنيه الرسمي ولكن اسمعوني لحد الاخر واتعرفوا ليه دي خطوة منطقية جدا جدا وممكن فلا تكون بتفتح مستقبل كويس جدا لكتير منكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في كل فيديوهات جديدة اول باول حجم البوكس هستيري بجميع المقاييس والاشكال بسيوك من حجم البوكس اخينا نتكلم على حجم الجهات شخصيا ده المونيتر اللي كنا قدامنا من شوية الى 32 انش هو قريدي الواحد ويبدو كبير جدا المونيتر كبير 32 انش لا اعتبرش مونيتر صغير اجلما تحطه قدام شاشة 48 انش تحس ان هو اتقلب حاجة مسخوطة وصغيرة جدا جدا والموضوع بيبدو هستيري كبان اكتر بكتير لما بتشغل الديسكتوب بتاعك و تشوفه على حاجة بيصل حجم المجنون 48 انش حاجة كبيرة بجميع الاشكال والالوان حتى على تلفزيون مش بس على مونيتر السؤال المهم دلوقتي اكيد طب ليه ليه الافوارة الرهيبة دي يعني هشحلكم و هفصلكم دلوقتي حالا ليه هي مش افوارة وليه هي حاجة فعلا مفيدة ومهمة بس خلينا اول اشيل هذا الاستيكر ده بقلي كتير اريد اشيله انا اشيل مع بعض كده ده يمكن اكبر استيكر اشيله من على اي جهاز واو واو احساسه لطيف جدا 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 التفسير اللي انا عملته ده يكمن في كلمة سريو تلك عليها في الاول 4K 120 فريم في الثانية دي حاجة موجودة دلوقتي في بعض المونيتورز يقدر توصلها تشغلها موجودة في بعض الكوميتورات ولكن الفكرتي العامة ان انا اكون عندي شاشة واحدة تجمع كل حاجة من حاجات الجيل القادم الشاشة دي عايز تشغل عليها الكمبيوتر بتاعي سيت اوب تشغل عليها البي سي عايز تشغل عليها كمان الكنسولز القادمة تلاي ستيشن والأكس بوكس بكامل البوتينشيل و بكامل القدرة ليهم طبعا طبعا ما كنتم سألت الوقت يعني هو مفيش شاشات طبيعية بحجم طبيعية يتقدر تخليك تعمل كل انت عايز تشغل الكنسولز والبي سي عليها 4K 120 فريم والاجابة لا فعليا لا حاول تدور كده في السوق على اي مونيتور مونيتور ويقدر يشغلك كونسولز على 4K 120 ويشغلك البي سي على 4K 120 ومش هتلاقي ولا واحدة فيهم ولا شاشة بتعمل كدلوقتي هناك حاجات قادمة في الطريق ولكن حاليا زيرو الخبراء منكم في الموضوع الوقت يمكن يردوا علي ويقول لي طب ما فيه مونيتورز كثير في السوق 4K 120 وكتر كمان 120 لا تستطيع ان تستطيع ان تكون هذه الأشياء أقولك مضبوط فيه ولكن هذه مونيتورز يجب ان توصلها بالكمبيوتر عن طريق ديس بلي بورت 1.4 أو كان نوع ديس بلي بورت الجديد وما ينفعش توصلها بكنسول عن طريق مدخل HDMI ينفع ولكن مستحيل تأخذ منها 4K 120 فريم في السانية ولكن لا يوجد مونيتور في السوق يستطيع ان تشغيل كونسول على 4K 120 فريم في السانية السبب هي الموضوع الوصلة الكنسول ستوصل عن طريق مدخل HDMI وجميع المونيتورز تدعم HDMI لحد 2.0 الذي لا يدعم 4K 120 فريم في السانية لا يحتاج حاجة اسمها HDMI 2.1 هذا الذي يدعم قدرات داتا عالية جدا وتشغلك 4K 120 أو 8K وهي الحاجات المطلوبة للكونسول الجديدة لتشغيلها على الماكسيمم لقد دورت في المونيتورز الموجودة لا يوجد أحد يدعم هذا الموضوع التلفزيونات على الجانب الأخر تدعم هذا الموضوع تدعم 4K 120 فريم في السانية هناك الكثير من التلفزيونات التي ظهرت مؤخرا تدعم هذا الموضوع على طريق مدخل HDMI 2.1 ولكن المشكلة في التلفزيونات التي تستخدم يترز بشكل جيد بكثير من الأسباب وهذا لكي تركز تلفزيونات على 4K 8K وتركز تلفزيونات على HDR عالية وتدعم HDR10 وتدعم Dolby ولكن تركز على response time أو input lag الأشياء التي تشعر بها أساسية جدا لتستخدمها كمونيتور عندما تحرك الانبوت فعليا الأشياء تتحرك الانبوت لا تجد في أي تلفزيونات أو أنه لا تجد في تلفزيونات لما تتحرك يمين وشمال لا تجد في العناصر التي تتحرك على الشاشة تعمل وراها تريل وخطة طويلة من الأشياء التي تبقى تبقى قدام الشاشة لو تستخدم تلفزيونات عادي لن تجد في حاجة لن تجد في حاجة لن تجد في حاجة حتى لن تجد في حاجة وهنا يأتي دور هذا الاختراع تحديدا تلفزيونا LG C10 48 إنش OLED هذا يعتبر أول تلفزيونات في العالم حقيقة يدعم مدخل HDMI 2.1 وهيديك 4K 120 فرم في الثانية لما توصلوا على كمبيوتر حالياً في البيسي ويأخذ منه هذه القدرات الخطيرة هذا يعتبر فعلياً أحسن مونيتور تلفزيونات في العالم ويعتبر أصغر تلفزيونا هو 8 إنش عملاق ولكن هذا أصغر تلفزيونات معك مدخل HDMI 2.1 هذا أصغر تلفزيونا OLED في مدخل HDMI 2.1 وعلى فكرة مش بس كده كمان تلفزيونات بيدعم G-Sync خاصية تلاقيه في المونيتور اللطيفة جداً موجهة للجيمينج ونضادها مش صدفة فعلياً LG اشتغلت مع NVIDIA لتدعم G-Sync حقيقاً G-Sync طبعاً بيخلي شاشة لما تتحرك كيمين وشمال ما حصلتش فيها تيرينج وتقطيع تحس الشاشة يونيفورم في الحركة السريعة وفي الجيمز تلعبها وما إلى ذلك طبعاً و8 إنش مازال حجم هستيري ومورع بينك تلعب قداماً خصوصاً أجور ما ركبت وحسيت ايه الهابة اللي أنا أعملت في نفسي ده بس وقت شوية كده ساعة ساعتين عينك هتاخد على الموضوع وإن كان لازم برضو هتحرك عينك شوية كده يبين شمال ويفضل ترجع للوارة شوية بس عشان شاشة 4K أنا في العالي مش شايف أي بيكسل مش شايف أي حاجة نقصة في التكست أو حاجة نقصة في الجيمز كل حاجة كويسة جداً من المسافة اللي أنا أعيدها دي طبعاً كل ما ترجع شوية يكون أحسن شوية بس حتى من المسافة هذه قصيرة جداً مفيش أي مشكلة غير رزولوشن 4K غير رفريش ريت الفاريابل المفتوح معاك لحد 120 فريم في الثانية الشاشة دي زي ما قلت لكم OLED معنى كده أن الأسود هنا أسود تماماً ومطفي فعلياً نبارة عن بيكسل مطفية الشاشة بتبهها سودة جداً وأكيد فيها HDR عالي فالألوان خطيرة والHDR ممتاز ودي حاجة عمرك ما تقودها في مونيتور تقليدي إطلاقاً أولاً الحاجات هي تلاقي في تلفزيونات لكن زي ما تقول لكم مزايا المونيتور مش هتلاقي في أي تلفزيون عادي وبعض الحاجات هتلاقي في مونيتور لكن مزايا التلفزيون مش هتلاقي في المونيتور عادي فدي عشان كده أحسن كومبو ما بين الاثنين دي كومبو يونيك جداً ووحيد في هذا العالم فللفيجين والاستخدام اللي في بالي الشاشة دي تعتبر مثالية أنا لا أستخدم شاشة واحدة فقط لكل حاجة اللي فاتكت كده برضو موصل لها البي سي وموصل لها البلاي ستيشن أنا لا أحب ألعب جيمز على اللايزر اكس لكن مع الجيل الجديد بلاي ستيشن فايف والأكس بوكس جديد ما كنتش هستفيد من الفور كي ولا المية وعشرين إلا ما ركبها على تلفزيون وفي نفس الوقت لو أريد أن أستخدم المونيتور نعم أستخدمه لوحده أو أجيب مونيتور تاني لو أريد أن أشغل عليه فور كي هنا في كل حاجة مع بعضيها فعلا لو فكرت شوية حتى نفسك ضرب عصفورين بحجر أنت جبت تلفزيون وفي نفس الوقت هو مونيتور ممتاز وتلفزيون ممتاز ولكن في نقطة مهمة تخلي بالك منها عشان استخدم هذا التلفزيون كمونيتور للكمبيوتر وتاخد منه أحسن حاجة لها فور كي مية وعشرين نحتاج استخدم كل شاشة الجديدة بتاع تنفيديا زي الجيل الجديد من سلسلة 3000 فنكلم عليها قريبا إن شاء الله دي الوحيدة التي فيها مدخل HDMI 2.1 كل كروت شاشة اللي بلكده جيل العشرينات ستجد فيه مدخل ديسبلاي بورت ديسبلاي بورت بيدعم 4K 120 ولكن الشاشة نفسها أو التلفزيونات دي مفهاش مدخل ديسبلاي بورت فيها بس HDMI هنا فيه أربعة والأربعة 2.1 فهنا من الأربعة دول أقدر وصل بلاي ستيشن والأكس بوكس والكمبيوتر كلهم بمداخل 2.1 واخد 4K 120 على كل الأجهزة طبعا الجيمز هنا كلها شكلها رهيب 4K HDR 120 input lag قليل جدا كل شيء خالية ولا تتخيل كمان مدى حلاوة الأدتينج على شاشة زي دي مع تايملين طويل وعبلاق قدامك فعليا محتاجة حرك راسي عشان نشوف أول تايمل من آخره بس هضوه خطير جدا كل حاجة تستطيع ترصع الشاشة بالحجم اللي انت عايز ووقت بتخلص الشغلة هليك فاكر ان هو مازال تلفزيون وسوفتوير بتاع LG بصراحة تلفزيونات خطير جدا LG تستخدم ويب او اس وريموت فعلين عبارة عن ماوس بتشاور بيها الحاجة اللي انت عايزة وتضط عليها عندك هنا طبعا حاجات الاسمارت العادية يوتيوب نتفليكس برايم ما عرفش كل الحاجات دي عندك براوزر او تقدر تنزل أبليكيشن ثانية وتلفزيون بتحسن الأداء مع الوقت وطبعا ما تشغل عليه اي حاجة اي محتوى هو نفس الشخص كمان في كرومكاست في أبل تيفي كل حاجات انكلودد فش بحتاجة لحاجة كتلفزيون خطير هل معنا كده الموضوع مثالي دي احسن شاشة مفيش اي مشاكل اطلاقا قريب ان يكون مثالي ولكن ستيل برضو في شوية حاجات تاخد بالك منها عشان دي شاشة OLED بطبيعة الحال في عندك مشكلة اسمها مشكلة البرن ان دي شوفناها في شاشات قبليكي بتاعت الموبايلات اول ما حاولت على OLED وكانت موجودة برضو في التلفزينات القديمة المشكلة دي معناها بطبيعة طريق تصنيع شاشات OLED ان بعض العناصر ممكن اذا فضلت ثابت على شاشة ممكن تطبع في الشاشة فعاليا حاجة زي العداد ده مثلا لو سبته شغال مثلا على الشاشة كده بالايام وكلما تحاول على اي حاجة تانية تريه فعاليا علم علامة وبقى منظره كده موجود على اي حاجة تمشغلها بعد كده زمان فعالين في بداية OLED دي كانت تعتبر مشكلة كبيرة ولكن دلوقتي مع التطور مع طرق التصنيع الاحسن بكتير وتتجنب وتقلل هذا الموضوع انها بتعمل زي فريش كده للشاشة بقى انها فترة والتانية وبتحرك كمان تقريبا موظم العناصر او كل العناصر الموجودة على الشاشة هي بنفسها تحركها كده بمجرد بيكسل زمين شمال صغيرين انت مش هتلاحظها اساسا ولكن دي حاجة برضو بتخليها تتجنب موضوع البرن اين انت برضو بنفسك وتتقلل الموضوع انك متعليش اضاءة الشاشة على الاخر تتجنب موضوع الانصر بشكل ثابت وتمشي وتتجنبها خلي شاشة تطفية او شغل سكرين سيفر او شغل حاجات مختلفة على شاشة ما تسبش انصر ثابت النقطة الثانية بتخلي الموضوع مش مثالي اكيد هي السعر يعني انت بتشتري حاجة احدث ما يمكن اولد 4K 120 تلفزيون خطير لازم تتوقع برضو انت هتدفع حاجة مقابل هذا الموضوع هذا التلفزيون تحديدا سعره 1500 دولار تقريبا بس برضو يعتبر غالي يعتبر كتلفزيون حديث يعتبر او كي بس برضو حط في بالك انت هنا بتستخدمه للحاجتين مع بعض انا بستخدمه كتلفزيون وكمونيتور واذا شريت كل واحد لوحدي بالمواصفات اللي انت عايزة في التناغي بالزبط هتدفع اكتر بكتير ما انت بتدفع في جهاز واحد هنا بيعمل كل الحاجات في حاجة واحدة الموضوع كان ممكن يبقى مثالي اكتر اكتر كمان ازة الشاشة حجمها اصغر شوية 48 كميرة سيحت عن الازوم لكن زي ما قالوكم ده اصغر تلفزيون بيدعم كل حاجات اللي كلمنا عليها هذه الشاشة الوحيدة اللي بتعمل كل الكلام ده فهي جاية في 48 انش بس رغم كده كمان مع من المسافة دي انا مش شايف اي بكسيليشن وشايف تكست بوضوح وشارب جدا 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 اذا حابين تعرفوا اي تفاصيل عن هذا المونيتور سلاش تيفي الخطير جدا اكتبوه في التعليقات وترقبه قريبا جدا ان شاء الله هنعمل سيت اوب جديدة هنعمل بي سي بيلد جديد ان شاء الله عشان يتماشى كمان مع المونيتور الجديد وبس اعجبكو الفيديو لا تنسوش الاعيك العنيف اشتركوا في القناة اشتركوا جرس التانبيات اشتركوا في كل وقتات جديدة اول باول اشتركوا في انستجرام و فيسبوك تويتر اشتركوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام